سيداتي وسادتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من داكرة وطن التي ارتعينا أن نقدمها في شكل صرد تاريخي لمدينة الدر بضعب الخصوص في حي مرسلطان وما جاوره وما كان يتضمنه من زيارات لشخصيات رياضية وفنية وتقافية عارق لكن قبل أن أشرع في هذا الموضوع لا بد أن نهنئ المنتخب السنغالي الشقيق من منتخب البلد الشقيق السنغال بفوزه بكأس الشان يعني بعد مغامرة كبيرة جدا وصبر قوي عند بلاد كابرانات وقد انتصر المنتخب السنغالي الشقيق الذي يمثل بلدا يحب المغرب وله علاقات متينة وتاريخية عريقة منذ تاريخ بعيد كما نأسف في نفس الوقت لخروج فريق الوداد السريع وغير منتظر من مصابقات الموندياليتو وفي نفس الوقت نهنئ الجماهير المغربية التي أبلت بلاء حسنا وهي تستقبل الوفود الزائرة من منتخبات المشاركة في الموندياليتو ونخص بالذكر شكر عميق لجمهور مدينة طنجر عروسة الشمال وجمهور الوداد الذي ملأ مدرجات مركب الأمير مولي عبد الله وكان رائعا هو أيضا وفي نفس الوقت نهنئ الجامعة الملكية على تنظيمها الرائع وعلى ما قدمه أولئك الفنانون من إبداع ومن لوحات رائعة تعبر عن حضارة المغرب العريقة وعن توحده وعن تنوعه وجمال بنياته وروعة شبابه فيما يخص حيمر سلطان العجيب والذي كان مجالا ومصرحا للعديد من الرجال والنساء الذين قدموا للمجتمع المغربي كثير من الأشياء الجميلة الرائعة ودروسا في التقافة وفي الانتماء الوطني وفي العمل المجدي وحب الوطن فتعرضنا في المرة السابقة للرياضين بالإضافة إلى الأسماء التي ذكرنا فقد كان مجالا لزيارات عديدة بل كان بعض اللاعبين مثل بيتشوب برحمه الله وبيتشوب بنيني العلوي الذي يمارس في فريق الجيش الملكي ثم أجاكا الذي كان يمارس في فريق الراك عبداللستطي كان دائما يجلس في الحي وسط الحي مع أصدقاء يزورون من الشباب يقدم لهم حكايات وحكايات عن الممارسة الرياضية منذ بداياته في الخمسينيات والسينات ثم عمله كمدريب فقد كانت هناك جلسات رائعة شبه يومية أحيانا أما بالنسبة للرياضين الشهيرين هناك أيضا فقد كان هناك أسماء مثل الحاج فنان هذا الحاج فنان هو ظاهرة في ظاهرة زمانه فهو كان من أبطال الكاتش وكانت رياضة كاتش هناك من الرياضات التي تتبعها الجمهور بكثرة ويعشقها الجمهور وقد كانت تعقدوا دورات ومباريات دولية يشاركوا فيها أبطال المغاربة مشهورون كالعياشي وكالسوسي وبنابات إلى غير ذلك بالأسماع البارزة فكان الحاج فنان من بينهم إلا أنه كان له ميزة أخرى قد كان يلعب أدوارا كبيرة في السيدينا بحيث كان هو الذي يقوم بالأدوار الخطيرة التي أو ما يسمى بكسكادور للممثل كبير الفرنسي الشهير كان هو الذي يقوم هو الكسكادور دياله جوماري جوماري كان اسمه جوماري ثم نظم العديد من المباريات والندف في قاعات للمعاري الدولي واستقطب واستدعى عدد كبير من الأبطال الأجانب من إسبانيا ومن ألمانيا إلى غير ذلك وكان من بينهم إنسان قدم الكثير للرياضة وهو الحاج العبدي كان يعشق رياضة الكاتش ثم تولى بعد ذلك رئيس الجامعة ديالس المصرعة هذا الإنسان الذي ضحى بالكثير من أمواله من أجل الرياضة وهذا أشهد له ويشهد له عدد كبير من الذين يعرفونه فقد كان رجلا كريما مع الرياضة ورياضين وقد بدل الكثير من جهود لصيانة وحماية رياضة المصرعة كما كان هناك شخص اسمه مصطفى بوجرد هذا الإنسان كان من أروع الشباب في المرسلطان وهو ابن المدينة القديمة وكانت له تبارك الله وماشاء الله بنية قوية جميلة جدا كان كسبها من خلال الرياضات التي تتبعها بما فيها رياضة حمل أتقال وكمال جيس ثم الجيدو كان رائعا وكانت تتهافت عليه شركات السينما إلا أنه كان له أفكار أخرى إلا أنه كان كما يقولون نحن بغربها كان حشومي ولطيف المعشر كان له أصدقاء كتر المهم نتمنى له طول عمر وأنه كان من خير الممتلين للضربة الجميلة وخاصة حيمر السلطان كما قلنا هناك أستاذ تاريخي وهو الأستاذ التجاري التجاري هذا أستاذ لرياضة كاراتي رياضة كاراتي كان تخرج إذا كان من له تقريبا كاترامو سانكيمدان هو الذي ساهم في تكوين عدد كبير من الأطر المغربية في الدار البيضة لرياضة كاراتي وأصبحوا بعد ذلك توفرون على قاعات مشهورة تمارسوا فيها هذه الرياضة بحيث أصبح لنا أبطال كتر في رياضة الكاراتي ومن بين تلامذتي الذين أسسوا من درسة شهيرة في مارس سلطان وهو مصطفى الشاكيب مصطفى الشاكيب هذا كان يعني مزاوي لهذه الرياضة ممارس يعني عنيد لأن أصلاحا من أكبر كبار أستاذة وقد انتقل إلى الولايات المتحدة وهناك واصل تدريبه للعادل كبير من الأمريكيين في ذلك المالك إذن الرياضة كانت كان الرياضيون في مارس سلطان هذه المنطقة التي توجد بها الولايات الولايات الضرب الكبرى ثم المجلس البلدي الكبير ثم قنصلية فرنسا وعدد كبير مؤسسات الكبرى الوطنية كإدارة الجمارك إدارة الجمارك أيهاو وإدارة الضرائب وعدد كبير التي عدد كبير من الأطر الوطنية تحجل هذا 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 المدار وهذه المنطقة الجميلة التي توجد في قلب مدينة الدربيضة الكبرى من بين الشخصيات الكبرى التي كانت تعيش وتزور هذه المنطقة بحكم قرب منها وهو الأستاذ معطيب وبيد أستاذ معطيب وبيد وما أدراك أستاذ معطيب وبيد هذا الرجل الذي سجل التاريخ عليه كثير من الأعمال وقد ناضلها في العديد من الواجهات ابتداء من الاتحاد الوطني القوات الشابية في 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 الخمسينات ثم كرئيس المجلس البلدي الدربيضة ثم كمحامي شهير ونقيب ثم وزير العدل ثم وزير أول ثم الكاتب العام الاتحاد السوري إلى غير ذلك من مناصب التي تقلدها الأستاذ معطيب وبيد ولكن كانت له في مقدمة الأشياء التي يحبها ويعشقها وهي معية هو فريق الرجاء الرجاء يمكنك أن تقول أي شيء إلا أن تمس الرجاء فهو يعشق الرجاء وي يعني ويسخر كل إمكانياته وطاقته و ودفاعه عن وجود الفريق الرجاوي المتميز ثم له ميزة أخرى كان يتمتع بها وهي حبه للموسيقى وخاصة للموسيقى فريق الرجاء أستاذ المعطيب وبيد كان يحب أن يزاوي مراقبة الرجاء من بعيد ودفاع عن الشباب كان يدفع بالشباب لكي يصلوا إلى لكي يتمتعوا بعناية خاصة داخل المنظومة الرجوية وخاصة لكاديل الجينيور لكي يمد يغد الفريق الرجاء ومن حسناته أنه عندما تقع بعض الأشياء للرجاء إما الخصوص المالي أو بعض المشاكل الداخلية أو بعض المشاكل تسير فكان يجمع الأطراف المتخاصمة أو التي لها شناء إلى غير ذلك فيقوم بوساطة دائما إيجابية تعود بالمياه لمجارها وتعود الرجاء إلى مسارها هذا الرجل يجب أن تعتني به الرجاء دائما وأن تذكره لأنه قدم الكثير كما قدم لوطنه الكثير وقدم للسياسة لأنه كان سياسي مرين لم يكن متحجر كانت لو علاقة مع جميع الحزاب السياسية رغم أنه كان يمثل حزب كان هو رئيسه فلو علاقة وقيد العديد من حتى الذين أسألوا فيما قبل ولكنه كان يتجاوز تلك الإساءات فكان رجل سيل ورجل محبة للوطن من هذه الشخصية لابدان أعود إلى بعض الفنانين الذين كانوا يزورون أو يعيشون تقريبا حياة طبيعية في مرسلطان منهم الراحل الكبير محمد الحياني محمد الحياني كانت له علاقة مع جميع البيوت والأسر في حي مرسلطان فكان يستقبل من طرف الأطفال من طرف الأماهات من طرف الأباء من طرف الشباب لأنه كانت له أخلاق يتوفر يعني كان إنسان خلوق وديع طيب لا تسمع منه كلمة سوء أو خصوم رجل مسالم رجل لا يتكبر لا يعتبر أنه يحسن من الآخرين رغم أنه كان من أجمل أصوات في العالم العربي وقد شهد روبي ذلك كبار الفنانين الذين زاروا المغرب واستمعوا إليه سواء في المغرب أو في المصر وعلى رأسهم كمال طويل ومحمد الموجي هذا كانوا يعتبرون أنه محمد الحياني صوت العالم العربي ومحمد الموجي وكانت له علاقة طيبة يعني يحب اللكتاء ويحب الحكايات ولا يعني ولا لا يمن على أحد بأي شيء هناك الفنان عبدالله عبدالكواري واللحو من غير فهو إنسان طبيعي جدا ومحبوب لدى الجماهير وله ميزات خاصة في العلاقات مع الناس إنسان صريح إنسان يعني يحترم الآخرين ويستمع للمتحد إليه فلم يكن إنسان متكبرا أو معجرفا أو لا كما يعد بعض البعض ولكنهم الذين يعرفون عبدالله عبدالكواري معرفة قريبة يعرفون إنسان طيب وشغوف بالعلاقات الإنسانية وله محبة للجميع بدون استثنة من الفنانين هناك نتكلمنا عن الأستاذ الأرقاد البادوي رحم الله الذي كانت هو تحفى يعني أينما حل وارتحل إلا وجد الترحاب بين الجماهير في مرس سلطان الذي كان يزوره يوميا يوميا ثم هناك هناك الفنان زاري محمد زاري مصطبة زاري عفوا مصطبة الدسوكين والزاري هذا التنائي الذي له علاقة وطيدة بمرس سلطان كلما زار هذه المنطقة إلا وجدوا الترحاب والعناق الحار مع الجماهير ومع الأصدقاء مع المتقفين لأن لأن علاقتهم علاقتهم من بواطنين كانت علاقة حميمية جماهيرية لأن دخل البيوت منذ سنين منذ نس قرنهم يمتعون الجماهير وبتمتيلهم الخفيف وبأدوارهم الشيقة لأن كان يعيشان في وسط الوسط الاجتماعي ويعرفون المجتمع المغربي والمجتمع البيضاوي بمعرفة جيدة ودقيقة من غرائب الزاري أنه في أحد أيام هو يحب المشي على قدميه مرة في الأسبوع وجود ثم يمر من ميرسلطان في اتجاه المقاهي بالشارع محمد خميس أو القرن من شهر محمد خميس للتقاء بالفدانين فاستقف مكان يبيع الاسطوانات أو ما يسمى بالسيدي الاسيدي للأفلام فأتار انتباهه فيلم قديم جدا الوستيرن فطلب منه طلب من صاحب المكان أو البائع كم يسوي هذا السيدي فقال له عشاد درهم قالوا الله قالوا خمسة درهم لكي يبيعون الناس قالوا سير البلاد اللي اللي جيت منها يتبع الخمسة درهم يعني يعني تفاجأ هذا السيد ما كيعرفش أولا زالي الحظ ديره ثم الأخ زالي قالوا هذا السيد أددد لي هد هد الفانت هد طريقة لي لا لا أقبلها منه ثم وصل طريقه ولكنه عرّج على إحدى المخافر للشرطة دخل المركز للشرطة فوقف المرض في المركز من الشرطين وقف واحد يا عمون مرحبا 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 أهلا وستهلا شرفتنا مرحبا بك كيدير وستاذ بخير قلصوا قلم ودي جيت عندكم هل واحد القدي مرحبا أنني يوم أنا واحد دين في الشريع وستعد واحد سيتي في السطوانات وقلت له هاكين 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 يأتي لابد يجي منها يبقى لك بخمسة درام فه هذا 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 إنسان ما كير عشي شي هذا قل احترام لفنان كبير ف تخذ رئيس المركز القرار في استدعاء حالا السيد صاحب صاحب البائع بائع الأصوانات أو بائع الأصوانات فجاء استقبل استقبل الشرطة قال استعرام أنه نفس قال كتعرف السيد قال لا قال يدز عندي دباب قال لش قلت لي قال لي قال لي قال لا أرى بطاقة الوطنية ديلك أرى السيد زاري بطاقة الوطنية ديلك فوجدوا أن البطاقة الوطنية السيد زاري أنه من مواليد سعود وثلاثين أو ثمانية وثلاثين بالدار البيضاء والأخ الكريم من مواليد شمدين أخرى به يا الله والله هنا في الدار البيضاء شيخ خمس سنين أو سن أو سع وقال لهم كيف يقال تقول بلد فينا هنا بلد يمشي لها ف حمر فيه جوية ولكن سيز عري نظرا طيبوبة وحس الخلوق فأعتدر الرجل وانتهت القضية بالضحك ونكت من طرف سعري حفظه الله أعطى الله في عمره وفي أحبائه من الزوار البارزين الذين نزاروا لهذه المنطقة واستمتعوا بعلاقاتها الإنسانية مثلا هناك الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش وهناك الشاعر الكبير أدونيس يعمل يعرفه وكذلك المفكر الكبير بورهان غليون هذه التي جاء في وواصل الثمانينات لحضور مؤتمر تقاف أو مؤتمر ماشي مؤتمر ولكن ندوة تقافية في نضم الجريد الاتحال الشراكي في مدينة تنريبات ثم كنت أنا شخصيا أن المكلف باستقبالهم وبالصهار على زيارتهم هناك زاروا مرسلطان وتمتعوا بخيارات مرسلطان وعلاقات الإنسانية وترحاب المواطنين بهذه التلاتي من متقفين ومن معجبين بهذه التلاتي الذي طلع على محبة المغاربة لإخوانه المشارقة سواء الفلسطينيين أو السوريين أو كل كل بلدان العربية إذن هذه المناطق كانت دائما هذه المنطقة كانت دائما ترحب بالرياضيين وبال الفنانين وب بتاريخ بتاريخ الرياضة المغربية حيث سكنها مثلا الحاج العربي من برك وسمسطفر التاش كان يجلسان دائما قريبا من مدار من السلطان ويأخدان قهوتهم الصباحية وينتظرهم جماعة من الشباب من من يحبون الاستماع إلى تاريخ هذين الرجلين الكبيرين الذين قدموا للمغرب سمعة طيبة في فرنسا بالخصص في فرنسا ولا لعب برك في إسبانيا أيضا إذا ما كان يمارس في فريق أتدكن مدريد إذن لا نبالغ إذن قلنا أن هذه المنطقة عرفت كثير من الأشياء الجميلة والزيارات الكبيرة ولها معالم كبيرة كما قلنا كان الولاية ولاية الأمن ولاية الولاية الكبرى ولاية الدربة الكبرى ثم الجزبالي وهناك ساحة الكبرى ساحة المعام الخامس التي تمتلئ يوميا بالزوار سواء المغاربة أو الأجانب وبها أيضا توجد المحكمة القديمة التي تحافظ على جمالية البناء المغربي والتاريخي والعطيق وأمامها المصرح الكبير الذي لم يدش لباد لأنه سوف يكون من إحدى معالم الدربدة الكبرى إخواني أخواتي هذه نبدة صغيرة عن مارسلطان نتمنى أن تكون قد أمتعتكم ولكم الحق في الرد أو تصحيح بعض أخطاء إذا كانت هنا أخطاء فالإنسان هو الذي يخطئ الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يخطئ السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر